أهمية صلب وموت يسوع المسيح أولاً تتميم للنبوات وعندما أقول تتميم للنبوات نبوات عديدة في العهد القديم اتكلموا عن موت يسوع المسيح مثلاً أنه عظم من عظمه لا تكسر نبوة عن الطعن بالحرب ثم في مزمور 22 داودي بيتكلم ألف سنة قبل الحدث ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي يقترعون حتى الصرخ على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني والنبي إشعياء كأنه يصور لنا حدث الصليب فعلياً وواحدة من أعظم النبوات التي تتكلم بالتسلسل عن حياة المسيح وموت وخراب الهيكل هو النبي دانيال فنرى العديد من النبوات التي تنبأت عن ولادة يسوع حياة يسوع كمال يسوع عن طبيعة يسوع هوية يسوع ألام يسوع موت يسوع دفن يسوع قيامة يسوع حتى مجيءه الثاني فأهمية موت المسيح هو تتميمة لنبوات مش بس العهد القديم حتى في العهد الجديد الملاك اتكلم لمريم يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص يحنى المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم الرب يسوع نفسه مراراً وتكراراً اتنبأ أنه سيذهب إلى أرشليم يسلم إلى رؤساء الكهنة يتألم ويصلب ويموت ويدفن ويقوم في اليوم الثالث اتكلم أيضاً من خلال الرموز في يحنى الثلاثي كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان مرة تانية يقول لليهود أنقض هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام كان بيتكلم عن هيكل جسده هو الذي قال أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثم قال إن لم تقع حبة الحنطة وتمت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير وهكذا نبوات ورموز كلها تمت في شخص المسيح مما يجعل أهمية الصليب أهمية عظيمة جداً شيء تاني أهمية موت صلب وموت يسوع إنه هو الهدف الرئيسي للتجسد يعني المسيح أخذ جسد لكي يموت على الصليب يشوع يسوع أي يخلص فموت يسوع المسيح كان هو الحل الإلهي حل للمعضلة معضلة الخطية وهي أيضاً العلاج الإلهي فهو حمل الله الذي تمم خطة الفداء من خلال صلبه وموته وقيامته في أور شليم فإذن موت المسيح هو العلامي هو السمة الأساسي للإنجيل لأنه لا يوجد إنجيل بدون موت المسيح ولا يوجد صلب بدون إنجيل فمحورية الإنجيل وأساس الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية ترتكز على الفداء على موت وقيامة يسوع المسيح من الأموات وهذا يجعل المسيح متميز لأنه تتمحور رسالة الفداء حول يسوع المسيح طبعاً للحياة الأبدية فإذن أهمية موت يسوع المسيح هو أساسي للمسيحية وهو أساسي لخلاص الإنسان مثل ما ذكرت أقتبس كلمات يسوع وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا ترجمة نانسي قنقر